مرحبا هذا الحلاء لذيذ وسهل جدا ما يحتاج وقت ولا يحتاج تعب ولا شيء هذا الحلاء الموصير القديم هذا بسكوت شاهي مجروش هذا بسكوت الجوزة وهذا بسكوت أجستيج بمشكل وهذا بسكوت أوريو شوفوا الطحنة خشنة شوي هذا جوز الهند محموس وهذا حليب محموس نحتاج قشطة ونستلة وهذا زبت الفو سوداني مع عسل مع شوي لوتس مزجنا البسكوت القلخيط الجاف بعدين أضفنا اللي هي السوائل القشطة والنستلة أضفوه تدريجي عشان ما يصير معكم سائل المرة تبلي شون بعد ما مزجناهم أجب ورق زبد وقستير حطوه بالشكل هذا شوفوا ما يحتاج تاعب ولا يحتاج تغليف وترتيب زيادة ورشي قطبته بالشكل ده ودورته حسب الرغبة اللي يطلب دي ديام مدور بشكل مربع دخلته في ريزر تقليل من ثلاث ساعات طلعته بالشكل هذا وقطعته قطع شرائح عد التقطيع حسب الحجم يتبون شوفوا ما شاء الله شوفوا شكله الآن نقول لكم ليش مجرود شوفوا الشكل التجريش هذا يطلع لذيذ صراح حلاء لذيذ وسهل ويقدر أي واحد زينه شاركوا الفيديو معهم تحبون لكي نستفيد حلاء سهل جدا جدا شكرا